أيضا في جدوى الرئيس الوزراء النهاردة كان الحقيقة الحديث عن مشروع ممشى أهل مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يأكد أن مشروع ممشى أهل مصر سيغير وجه القاهرة بشكل عام موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلتين التانية والتالتة والتوسع في أعماله مكلفا بأن يتم إنجازه في زمن قياسي خلال الاجتماع عقد لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والتانية للمشروع طلع مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء كمال أبو حسب رئيس الوزراء على معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والتانية لمشروع ممشى أهل مصر وكمان أطلعوا على المعوقات التي تواجه عملية التنفيذ والجهود أيضا التي يتم بذلها للتغلب عليها في هذا الصدد أكد مدبولي أنه سيتم العمل على تذليل كافة المعوقات بالتنصيق طبعا مع الجهات المعنية خليني أقول حضراتكم أن مشروع ممشى أهل مصر هو عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم بيضم تقريبا 19 مبنى و 62 محل تجاري و 3 جراجات بسعة إجمالية تقدر ب180 سيارة إلى جانب وجود 3 مدرجات بتتسع إلى 1240 فرد بالإضافة إلى مسرح بيتسع ل772 فرد